بما ان هذه هي وقت الخوخ والفواكه بصفة عامة لا نستغل لهم شفل الضغة والغاتو بصفة عامة اليوم سوف ندر معكم واحد للغاتو غلاسي هو كيك غلاسي وانه بشي حصرية و جديدة بالخوخ يجير روعة 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 انا درته حصرية لعيد من دخويا فخليكم معي الى الاخر و تعرفوا على الخطوات و طريقة تقديم اذا في المقادر الكيك سوف نحتاج لزوجة البيضاس كاس مع مرش السندة كاس مع مرش الزيت النباتي واحد دانون ديال الفانيلا جوش كيساند قريبا ديال دقيق مع مرنش زوجة الخمارات حمرين و ملقة كبيرة ديالليمون محكوك اذا انا في احد الخلاط كاربائي سوف نوضع زوجة البيضات ديالي سوف نوضع المكونات كاملة الى الدقيق والخمارات سوف نحليهم هما الاخرين سوف نخلطوهم سوف نضيف لهم كاس ديالسانيدة ديالي سوف نضيف لهم كاس مع مرش ديال زيت نباتي هذا الكيك البناس او لهذا الكاتو غلاسي هو ماشي كاتو غلاسي كيك غلاسي كيك غلاسي كيف قلت لكم حصرية العيد ميلادي سوف نشارك معكم هذا الكيك سوف نخليكم ان شاء الله كل مرة فيديو على هذا الكيك لو احد لي قالت يأتي زوين بزاف و يأتي منعيش خصوصا هذا الصاد هذا و هذا الحر سوف نستعملوا كدسير او هكذا المناسبات و يجب ان تكون او لا سوف نستعملوا السبب كل شيء يعطينا في الدار و مكونات سعلى و اقتصادية سوف نخلط المكونات سوف نضعهم هنا في واحد المول كيف قلت لكم دقيق الخمارات هم الاخرين طبعا كنغربلوهم سوف نضع هنا يزوش الخمارة عندي هنا خمارة 8 جرام و سوف نضيف دقيق الابيض تقريبا هنا يزوش كيسا معه مرنش لا يجب الكيك تقيل و لا يجب الكيك خفيف بزاف في هذا الوقت انتم تشاهدوا الفيديو و لا تنساوش ضغطوا لي على زر الاحمر اسفل الفيديو لكي تشجعوني رأس صراحة والله العظيم الى التعليقات او الى اشتراك واحد في القناة يفرحني بزاف بزاف و كننود و كنصوب الفيديو سوف نضيف المكونات كاملة نزيد هنا واحد معلقة كبيرة انا دائما نوصيكم على الخل جميع انواع المعجونات الخبز حتى من البطبوط انا كوشي كندير فيه صراحة يجب العجين و الشيش و الديد بزاف من بعد ما خلطتوا اشتراك القوام خفيفة و لا يجب الكيك الماء سوف نقوم بتقوط الماء و الديد من الماء كيف نقوم بتقوط الماء كيف نقوم بتقوط الماء و انزيل الكيك و نقوم بتقوط الماء من بعد ما دهنتوا مثل الزبدة او الزيت و الضقق انا نقوم بتقوط الماء سوف نقوم بتقوط الماء و سوف نقوم بتقوط الماء و نقوم بتقوط الماء هنا صراحة يجب للاسكتخد الماء غدين اصبح هنا يفحل شبيكة لتحصل على الخوخ بعده و ذلك الماء ما كلهه نهائي لانتوا مرحبا معي واحد الحيلة كنتم اصبه بسيرو باش غدين سطي الكيك و نصبه ايضا الكريمة اللي غدين زيد مخويها فوق الخوخ تبو معي الخطوات بالضبط سوف نقسمه على زوج تقريبا غدين ندير شوية باش غدين سطي الكيك ديالي من بعد ما خرجها من الفران هاتوا ما كتشوفوا إذا جاءتكم منفوخها شوية حاولوا شوية تأبليكيوها بيديكم تنزل لانا نخسجتيني كيك اللي غدنا بوحدة ما زر نديرو عليها الطبقة الثانية كيف قلت لكم كنا ناخد ذاك الماء اللي كان منقوع فيها الخوخ و غدين نبدن هكا كان خويت و كنتقب الكيك ديالي باش تشرب ليه مزيان كاتيني في حل جانواز و شارب لي يدك السيرو مزيان و تشيف هذه اللدة ديالخوخ الروعة روعة 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 كنتمنى ان شاء الله انكم نجربوا هاد الحلوه هاتي رو كتجي سهلة صراحة روض غيا كتتحضر تن مكونات سهليم بالنسبة للخوخ فلا تقدرو تعودوا بأي فاكيه منقوع عندكم الفراولة لا الكرز اي حاجة يعني ما كان حتى شي مشكل انا كان عندي الخوخ فرا ندرت الخوخ و الكيميا ديالخوخ كتبقى على حسب الحجم ديالك الكيك ديالكم كبير او لا صغير سوف نحط الكيك ديالي من جاني بشي برد و سوف نحضر معاكم الكريمة ديالخوخ كيف كتشوفو سوف ننضيف هذا المالي بقالي ديالخوخ و سوف نضع لي واحد المالقة كبيرة ديالنشا و نضعو فوق النار و نخلطوه نخلطوه مزيان سوف نزيد فيه ايضا القشرة ديالبورت و سقارة و معرفة القوة ديالليمون سوف نحضر الكريمة ديالنا نحتاج 3 فرماجات اي نوع بعيده و علبة الكريمة ديالك و نضعوه على جانب و نضعوه على جانب و نضعوه على جانب تقريبا كبير معا مرش ديال الحليب الحليب ضروري يكون بارد و هذا الساشة ديالشانتية رو وضعته في فريغو مزيان و حد نصفه و نضعوه على فريغو و حتى من الأسنان ديالبورت ديالي باش غدين نخلطوه و نضعوه بالفريغو باش طلع علينا الكريمة ديالنا مزيان و كتشينا عاقدة صافي كيف كتشوفو فرغد ديال محتوي لعندي ديالشانتية و تبسعليه ديالحليب و غامده هك كنخلط كنسرع البطر ديالي الاقصى درجه عندنا انا عندي هنا اي درجه خمسه و كنبقاوها كاين نخلطوه و مقاو مستمره في تحريك تكيس بطلع علينا الكيك عفوين للشانتية ديالنا تقريبا واحد خمسة دقائر و على حساب يعني سرعة ديالخلاط ديالكم سوف نحسب ديالك الكريمة تلعات لي شوية سوف نضيف الفرماج ديالي كيف كنت اي نوع بغيثه انا هنا صراحة لتصور لي درت انني هذا الفرماج كنت اي لفتلاجه فاني سنخلطوه يبقى و لي شوية حبيبات دياله فمن الاحسان يكون يعني بدرجه المطبخ باش يتخلط ليكم مزيان كيف تشوفوا القاوة منها حصلت عيف شانتية ديالك اتعقد لينا مزيان و لا تتوقع نهائيا سائلة سوف نجيب الكيك ديالي ضروري من بعد ما برد رأيه لما برد وضعنا عليه الشانتية الشانتية ديالنا غد يتخسر يبرد لا ينطروا ان انا نضيفه فتلاجه اغير يبرد اللي عادي في درجة المطبخ مصافي سافية عن خويني ديالك الكريمة شانتية ديالي سمحوا لي البناس بالنسبة للفرماج لا يوجد الفرماج او لا لا يوجد الفرماج سوف تقدروا تعودوا بياغور طبيعي مصصص سوف يخلي واحد جزوين لزاف ديالك شانتية ديالنا سوف نصرحها كمسيان فوق الكيك ديالي بمساعدة سوف نصرحها كمسيان و سوف تشوفوا معي الخطوات الباقية سوف نضيفها في تلاجه سوف نغطيها دراجه و سوف نضيفه طبقة الأخيرة سوف نضيفه كيف تشوفوا الكريمة برداد الخوخ اللي كنا وضعنا نشاو الماء الخوخ فوق النار و القشرة البوتوكال ثم تشوفوا معي عقدس من بعد ما بردس كنا نضيفه على جانب و نجلب الخوخ لسفينه و نشرحها برداد الموضوع من بعد ما بردسه خمسا دقيقة يجب أن تسرحه فوق الطبقة الأخيرة نضعها بالتساوي لديه ملقوع واجد مقطع سوف تستطيع أن نضيفه عادي لأنه لا يكون قاسي لكم سبجكم الحلوة هي هذه الزوينة سوف نحاول أن نضيف فراغ لكي تبقى الطبقة الخوخ الفوق سوف نضيف فوق الماء المنقوع لكي تبقى لنا مقابلية ونستطيع أن نقوم بحلوة سوف يكون سرحة الطبقة كامة ونضيف الكريمة التي تبقى لنا بعد أن تبقى برداء ضروري سوف تقسر أن نقوم برداء ضروري سوف يكون سوف يكون برد 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 حرارة المطبخ سوف نضيف الكريمة ونوزعها فوق الخوخ ونحاول أن نقوم بها نقوم بجميع الفراغات ونحاول أن هذا الخوخ كامل نغطيه لكي تشد لنا فوق الكريمة لكي تنقضي الحلوة ونضيف المنقوع سوف يكون نضيف الكريمة و هذه الجهة حلوة وزوينة الكثير من فيجمات أتبقوا بيها سوف تجربوها وتجربوا عليس المنطبخ وتعليقاتكم والإراجائكم وتجربوا عليكم ووشجعوني كثيرا ونضيف كثيرا لن أعطيكم هناك وصفات ويعني الجديد صافيا من بعد ما كملت سوف نقشدها بالمول كامل سوف نغطيه من الفط حاول نخسره طبقة الفقانية وسوف نضيفه في الموجهة جيدة راسها جيدة ونجعلها كيف تلاجه الليل اذا كانت هذه الحنواتي كيف بلديكم درس العيد ميلادي الخوية ريكة جيدة جيدة والله العادي نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها ونجعلوا لي الارائية لكم سوف نشارك معكم ان شاء الله ايضا هذه القالة مكونات جيدة اقتصادية جيدة 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 نتمنى ان شاء الله نجعلكم على خير فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة